فجأة وبسحر ساحر ظهرت نيترات الأمونيوم في قلب منطقة بعلبك معقل حزب الله إنها نيترات نفسها الموجودة في العنبر رقم 12 في المرفأ ونسبة الأزوت هي ذاتها 34.7% لكن الفارق أنها وضعت في أكياس أخرى بعدما قسمت إلى عدة أجزاء ولم يظهر على هذه الأكياس أي علامة تجارية خارجية وبدأ أنها وضبت لتباع وفق مخطط لا تزال تفاصيله مجهولة فمن مجدت لديه النيترات في مستودع في منطقة بعلبك هو سعد الله الصلح وهو سني وتزامن ذلك مع تسويق عبر شخصيات مقربة من حزب الله لربط الوضع بالمجموعات التكفيرية وفي الوقت نفسه تم ربط كمية النيترات المكتشفة بمارون الصقر الموجود لدى فرع المعلومات منذ يوم الأحد رهن التحقيق وتكشف معلومات قريبة من التحقيق أن الصقر أكد خلال التحقيقات معه أنه يبيع الصلح أسمدة للزراعة وأنه لا يستورد نيترات الأمونيوم الممنوع أصلاً استيرادها من قبل الجيش منذ العام 1990 إنما يستورد سلفير الأمونيوم ونوع آخر من الأسمدة وهما يصلحان للزراعة ومسموح استيرادهما ويختلفان كلياً عن نيترات الأمونيوم وأكدت المصادر لسود بيروت انترناشنل أن عملية استيراد الأسمدة من أي نوع كان للزراعة يحتاج إلى موافقة وفحص من قبل الجيش وبعدها يسمح للمستورد بإخراجها من المرفأ وتكشف التحقيقات أن صعد الله الصلح وهو صاحب المستودع حيث ضبطت النيترات متوارن عن الأنظار وأن نجله تم إيقافه واعترف بأن هذه الكميات إشارها من شخص يدعى أحمد الزين وهو متوارن عن الأنظار أيضاً في وقت سربت معلومات بأن الزين حصل على النيترات من مارون السقر علماً أن سلسلة مدهمات حصلت على مستودعات السقر وما وجده هو سلفير الأمونيوم للزراعة والسؤال من هو عراب النيترات لسيما وأن المنطقة تقع تحت سلطرة حزب الله والمكان الذي اكتشفت فيه الكميات يبعد 28 كيلومتراً عن الحدود والمعابر غير الشرعية والسؤال الأكبر هل هناك محاولة للتخلص من هذه الكميات وتضييع التحقيق مع القاضي طارق البطار وتشتيت الانتباه عن الجهة القادرة على إدخال وإخراج النيترات من المرفأ التحقيقات متواصلة والمفاجآت كثيرة فلننتظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر